هذي هذي يسمونها الشيخة طبعا يأكلون ذمرها لداخل هذا الشوك يكسرونها سابقا ويأكلونها في وقت لورقها ومن اسماها شوك الجمل وشدق الجمل والخرشاف والخرشف والقشف هذي نقيعة غضة طبعا تحبها البل ولها عدة اسماها هناك من يسميها شوك الضاب وذنب الضاب طبعا من اسماها النقيعي وقال لأنها محرفة من النجيع ولن رأي البل لنها ناجعة في البل طبعا وردها أزرق كما تشاهدون شوكها مختلف ورح نعمل بينها وبين قسم ثالث يسمى العسرة مقارنة كما تشاهدون هذه العسرة والعسرة ثلاثة نواع مغطاة تتفرق إلى ثلاث أو أربع فروع كما تشاهدون الآن وكل فرع فيه برع ومغطى بالشوك وفي رأسه مثل الريش الناعم ولها معدة مسميات مثل شوك الجمل أو الكلبة وهناك من يسمي إحدى أنواعها أم جريس وهكذا فسبحان الله شوف الآن طبعا متقاربة ثلاث أنواع العسرة متقاربة مثل الشيخة أيضا لها ثلاث أنواع متقاربة جدا فروقة دقيقة خلاف النقيع نوع واحد النقيع نوع واحد فهذه نباتات الأشواك وتقاربها طبعا العسرات كون ثلاث أربع خمس أفرق